موسيقى في هذه الأثناء تتفاعل تدعية قرار الرئيس المصري محمد مرسي قطع العلاقات مع دمشق مصدر عسكري مصري أعلن أن الجيش المصري لن يستخدم في أي حرب خارجية ضد دولة شقيقة وأكد المصدر أن قدرات وإمكانات الجيش المصري هي لحماية مصر وأمنها القومي فقط سياسيا قُبل قرار مرسي بانقسام القوى السياسية ومعها الشارع حوله ففيما رحبت جماعة الإخوان وحلفاؤها بالقرار اعتبرت المعارضة أن الهدف منه تهديد متظاهر الثلاثين من يونيو ومصالحة الإسلاميين المعارضين أما جامعة الدول العربية فقد رحبت بدعوة مرسي إلى عقد قمة عربية مصغرة بشأن سوريا بأمر من الرئيس المصري أغلقت السفارة السورية بالقاهرة إلى هذا الحد وصلت العلاقة بين دولتين شقيقتين كانتا يوما ما جمهورية عربية متحدة هكذا صعد الرئيس المصري من لهجة خطابه ضد النظام السوري إغلاق السفارة السورية بالقاهرة وسحب القائم بأعمال السفير المصري في دمشق خطوات قد تساعد على فرض مزيد من العزلة على النظام السوري من وجهة نظر القاهرة لا مجال ولا مكان لحزب الله في سوريا لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي الخطاب الرسمي المصري تجاه الأزمة السورية رحبت به جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها هذا رد واضح وصريح على ممارسة النظام بشار الأسد الموقف الحاد للرئيس المصري اعتبر محاولة لصرف أنظار المصريين عن الأزمات السياسية الداخلية هكذا قرأت المعارضة المصرية خطاب الرئيس الذي رأت فيه رسالة مصالحة للجناح الإسلامي المعارض بهدف إعادته إلى صفوف الحلفاء وتحديدا قبيلة ظاهرات المعارضة المقررة نهاية الشهر الجاري كنت أتصور من الرئيس أن لا يقع في هذا الخطأ ويعلن عن هواء قطع العلاقات مع سوريا وغلق سفارة سوريا في مصر وإتلاع السفير المصري كنت أتوقع أن يعرض هذا الموضوع على مجلس الأمن القومي يناقشه يناقش هذا الموضوع من كافة الزوايا المختلفة قرار الرئيس المصري بقطع العلاقات المصرية السورية جاء في أعقاب دعوات للجهاد ضد النظام السوري تطورات يرى مراقبون أنها قد ترفع من منسوب التوتر في المنطقة ولا تساهم في إطفاء نيرانها أحمد مهران القاهرة الميادين ترجمة نانسي قنقر